نحن جد سعاداء بحضور دينا من أجل مستندة دهالإخوة وفي نفس الوقت سجلنا بالإيجابيات التدهور التجارية وكانت طلب الإخوة مش استمرارية وخالي يوم لأنه كي تصدب واحد الوقت لي وشوية تجارة شوية شوية ولكن أكيد العرائش هي من بين المدرون اللي كان حضب زيارة دي السياح معروفة بوحل عدد مواقع الأتارية كالكسوس وإلى غير ذلك إذن أكيد هذا المكان والأمكين أخرى اللي ولدت للواجهة هذه المهنة للتجارة وصنعات قدية نتمنى من الإخوة يترضوا يزوروا هذه الأمكين حتى تصبح قبلها للسياح وقبلها للزيارة دي السياحة الداخلية كذلك لأن العرائش محكوبة عن مغاربة كله حكم مدينة لها مؤهلات وإقليم له مؤهلات الامتياز مؤهلات غابوية بحرية فلاحية صناعية شطائية بالامتياز منطقة سياحية بالامتياز ومعروفة عالمياً أكيد لدي تعرفوا حد تحول تجاري في سنوات القبلة ونتمنى للإخوان التشتير والتوفيق وعلى الله شكراً جميعاً ومعروفة 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 لدينا حلوة جيدة ومعروفة ومعروفة من المتجز ومعروفة فيما يخص تطوير هذا الميراجر لتتسوى الهوية تجارية ولكن اعتباركم عوض في الغرفة كيف يمكن أن نهضف صناعة تقليدية للأخص تطوير هذا الميراجر على مستوى التجاري ولكن نهضف صناعة تقليدية على مستوى الإقليم في مدينة العراقش و القصر كبير نقول التجارة والصناعة نقول التجارة والصناعة تقسم على ثلاثة أنواع الصناعة العصرية الصناعة التقليدية والخدماتية يعني الثلاث يدخل هنا يدخل هنا يجب إطار سيارة تجارية لا يريد انتباه يدخل هناك لديها البنائة لديها بعض العلاقة والتاريخ وبالنسبة لما يخص تدور التنظيم على مستوى الإقليم ما بين مدينة العراقش و القصر الكبير أكيد اليوم نحن كمجالس منتخبة سنشاركوا مع الغرفة في صناعة تقليدية من أجل إحداث معارض معارض المواصفات جيدة للعراج و معارض و معارض في شفتشون و وزان وطهجاف ولكن القصر كدول العلاج أكيد سيكون جدًا معارض الحسن ما قال لي زميلي حد الأعضاء في الصناعة نعم وما تقيمكم هذه الدورة الأولى كيف يمكن أن تتواردوا في المستقبل؟ أنا أقول تدخسنا هنا لأننا نتردوا على هذا المكان كثير وكان أقول للإخوان صبروا شوية لأنه وجبوا حضروا فيها شوية التجارة رجعة شوية وأكيد في الشهر المقبلة سيتطوروا على تحسن الأمور إن شاء الله شكرا شكرا